بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي اليوم بفقرتنا الطبية بنا نحكي مع الدكتور فخري العكور استشاري أمراض القلب والشريين عن اضطرابات النوم وتأثيرها على الأداء الوظيفة للقلب أهلا وسهلا فيك دكتور صباح نوم سعيد وملون من الأنوان الحلوة اللي دايما انت بتلبسها الله يسلمك من لطفك أهلا وسهلا دكتور شرفنا الطرابات النوم دكتور في دول كثيرة من دول الغرب وشرق آسيا وشرق آسيا أيضا بعاني نسب كثير كبيرة منها وأيضا بتخيل في الأردن نسب كثير كبيرة من الشعب والسكان بعانوا حتى في بعض الدول توصل 80% من السكان بعانوا من اضطرابات النوم فأيش هو اضطراب النوم تحديدا يعني بداية صباح الخير وشكرا للاستضافة هو بالفعل يعني خاصة شعبنا بحب أول شي الأكل بعدين النوم فإذا صار عنده فإذا صار هناك اضطراب بالنوم طبعا راح يكون مضاعفاته عظيمة النوم هو طبعا عملية حيوية ربنا سبحانه وتعالى عمل صنع من الليل سباته ومن النهار معاشه وإحنا هون جاينا نقول لأم كلثوم كوكب الشرق إنه أغنيتها فما أطال النوم عمره وما قصر في الأعمار يطوله سار مش صحيحة صح؟ نسيت النوم كمان نسيت الطرابات النوم نسيت النوم بالتالي عملية النوم هي عملية ضرورية لجسم الإنسان وخاصة إذا كانت تحتوي على يعني نوعية جيدة من النوم اللي هي عمق النوم وأن يكون غير سطحي وأن يحصل النوم الإنسان على قصد من الساعات النوم الضرورية لعمره لأنه لكل عمر في يعني تقريبا ساعات معينة يجب أن ينامها الإنسان فالطفل مثلا ينام 17 ساعة النيوبورن التين إيجر ممكن ينام 9 ساعات الأدلت والكبار ممكن يخففه يعني لحد 8 إلى 7 ساعات نعم فإذا كان هذه الساعات غير قادر الإنسان أن ينامها وبطريقة غير جيدة فهذا هو اطراب النوم كيف بأثر دكتور على العمل الوظيفي للقلب والشريين؟ يعني إحنا كمان معرف في ناس كتير بقولوا أنا نمت ونمت عدة ساعات معين مثلا 8 ساعات بس ما كنتش حاسس حالي نايم بعمق صحيح فكيف هذا بأثر؟ صحيح لأنه النوم هو يقسم إلى مرحلتين مرحلة حركة العينين السريعة وبعدها حركة العينين المستقرة لمنطقة الأحلام بحيث يكون النوم عميقا جدا ومريحا فهو لا يحصل يبدو في مثل هذه الحالات على هذه المرحلة العميقة ويبقى النوم سطحي ويكون متقطع يعني أنه الإنسان ممكن يصحى كل ساعتين مصحى كل ساعة ممكن يصحى طبعا هناك أسباب إذا بتحبوا أذكروها لاضطراب النوم يعني منها أولا التبول المتكرر في الليل طبعا هون عدة أسباب للإنسان أنه يصحى يبول منها السكري منها منها التهابات لبرستات منها الأطفال اللي عندهم مثلا التهابات بالمثاني منها مثلا بعض الأمراض النفسية الكآبة وأيضا مرض السكري يجعل الإنسان يصحى كثيرا نعم طب كيف بأثر على القلب دكتور؟ أولا يعني لاحظت الدراسات التي أجرت كما تفضلت في كل أنحاء العالم أن الناس الذين يشكونوا من التراب النوم يكون لديهم أولا تسارع في نبض القلب وأحيانا يصل إلى رجفان أذيني بسمه أتريال فبريليشن الذي قد يؤدي إلى توقف القلب أيضا يؤدي إلى ارتفاع الضغط الشرياني يعني طبعا ارتفاع الضغط الشرياني بكل خطوراته ومضاعفاته وأيضا قد يؤدي إلى تصلب الشراين التاجية التي قد تؤدي إلى جلطات قلبية لا سمح الله الله يبعدها عنا يا رب الطرق العلاج دكتور يعني أمتى مثلا ممكن الواحد أنه يتعالج بأدوية أو أمتى نوصل للتدخل الجراحي؟ صحيح وأحب كمان نقطة دكتور قبل ما نحكي عن العلاج بس أنه الصحيان والواحد أنه يقوم من تخته بشكل مفاجئ كمان بسرعة هاي بالواحد حتى مرات بحس حاله أنه يدوخ لما يقوم بسرعة من تخته مزبوط يعني إنسان إذا استيقظ بشكل مفاجئ يحصل ما يسمى أورثوستاتيك هايبوتينشن يعني هبوط الضغط الوضعي اللي له علاقة بالتغير وضعية الجسم فالدورة الدموية تضطرب ويحصل هبوط كلابس مفاجئ بالدورة الدموية والضغط الشرياني فيشعر بالدوخة لذلك دائماً مننصح إنه الإنسان يصحى بشكل يعني تدريجي وطبيعي مش إنه يفط فط يعني تدريجي كيف يعني يقوم يقعد أول شيء يعني يعني يقعد بعدين إنه يستمر في الوقوف أما في ناس بتلاقي العملية كلها أخذت معهم جزء من السكند فيحصل الكلابس أو الهبوط المفاجئ بالضغط الشرياني نعم يعني عم نحكي دكتور عن تأثير مباشر على القلب من إضطرابات النوم هل هي حالات مرضية يعني يجب إنه معالجتها كحالة مرضية ولا هي حالات يعني بتأثر على الجسم الإنسان ولازم ننتبه عليها السؤال كثير كويس لأنه بعتمد على السبب الذي أدى إلى اضطراب النوم إذا كان مثلا التبول المتكرر يعالج مثلا السكري تعالج أمراض البرستات لحيث أنه المثاني ترتاح أثناء النوم وإذا كان مثلا أمراض نفسية أيضا قد يلجأ الأطباء إلى أعطاء أدوية وأيضا إذا كان مثلا الحالة لها علاقة مثلا بإدمان القهوة لأنه كثير من الناس عندما يشربوا قهوة بالنار كميات كبيرة والكفيئين بالليل بيبلش يشتغل فبيصير قلق وتوتر بحيث أنه ينقطع النوم ويصبح سطحي فننصح بهذه الحالة إلى التخفيف من كمية الكفيئين أيضا لا تنسى دور التدخين التدخين خاصة فيما قبل النوم كثير قد يؤثر على نوعية النوم وبالتالي ننصح الناس المدخنين أنه يدخن بس بالنهار يعني إذا بيقدر ما بالليل قد يؤثر النكوتين على نوعية النوم وعدد ساعة النوم نعم فعلا يعني إحنا بدنا نصائح سريعة منك دكتور للوقاية يعني ذكرت نقاط جدا هامل هي معرفة السبب سبب القلق أو سبب اضطرابات النوم حتى نعالجها ولكن نصائح بشكل عام يعني أنا بنفعل بدي أنصح الناس أولا ما قبل النوم أنه أول شيء إذا كان عنده اضطراف النوم ما يخاف من هالإشيء هناك نصائح وتعليمات قد ترشده إلى النوم الصحي أولا أنه يعني ما يأخذ عشاء متأخر وخاصة العشاء الدسم والمصحوب بالتوابل يبعد عن شرب القهوة إذا شعر أنه في مجال لبعض المشي يعني يمشي له مثلا نص ساعة قبل النوم بساعتين حتى يشعر الجسم أو يعني يحصل هناك نشاط رياضي وتعب يصبح النوم أسهل وأيضا يجب إغلاق كل الأجهزة التي تبث الأشعة الزرقاء من اللابتوب من الخلويات من التلفزيون في ناس بيناموا وبيخلوها مضيئة دكتور عم تطلب طلبات صعبة صعبة كثيرة وثبت أنه هاي الأشعة البلو ويفز هي اللي بتدخل على العين وبتعمل على إيقاف الميلوتونين الميلوتونين هو الهرمون اللي إذا يعني توقف يصحى الإنسان لأنه أصلا هو المادة التي تتحكم بالنوم وبالصحوة فيعني ننصح أنه كمان الغرفة تكون جوهة بارد مش حامي يعني تكون درجة الحرارة مثلا في معدل من 18 يعني 16-18 وأن يكون هناك أكسجين في ناس بيسكروا على حالهم الشبابيك بيصير نقص أكسجين نقص الأكسجين معروف أنه يسبب اضطراب النوم وهذا إحنا ما حكينا إلا اللي عندهم سليب أبنية اللي هم توقف التنفس والاضطراب النوم وهذه الأمرار بيستعملوا أجهزة للأكسجين نعم يعني بشكل أساسي دكتور عم تحكي عنه الأسباب اللي بتأدي إلى اضطراب النوم يجب محلها معالجة السبب اللي بيأدي لأضطراب النوم حتى ما يأثر عليه يعني مثلا نصائع عامة زي شوار دافي زي مشروب البابونج مع العسل شغلات كثير بتساعدها صحيح الحليب دكتور قبل النوم بنعلم الحليب مع العسل الحليب الدافئ إذا كان ما فيه مشاكل يعني لتحمل الحليب الحليب مع العسل كتير مفيد وبيهدي العصاب دكتور ذكرت العشا كمان بالليل إنه الواحد ما يتعشق بالمينام هلأ بيقدر يتعشى اللي أنا بعرفه من خبراء التغذية إنه دايما كانوا يقولوا اتعشى إمتى ما بدك بس خليه فرق ساعتين ما بين الأكل وما بين النوم هاي اللي أنا يعني بيركزها لأنه يكون العشا مبكر بس كمان نوعية الأكل ما يكون دسم ولحوم ومرتديلة وشغلات ثقيلة لأنه هاي ستربك الأمعاء وتؤدي إلى إشارات عكسية إلى الدماغ مما يؤثر على نوعية النوم لأنه جاي رمضان وجاي صحور وفطور يعني كلها بيكون بوقت متأخر طبعا يعني النوم موضوع كثير يعني واسع لأنه في مثلا الساعة البيولوجية وكيف الناس اللي بيسافروا مثلا من هون لأمريكا بيختلف عليهم التوقيت فبالتالي يعني في هناك فترات بيسموها الادابتيشن بيجود التأقلم ويعني احنا طبعا في حلقات قادمة إذا بتحبوا من إن شاء الله بنحكي عن هذا الوضو شكرا جزيلا دكتور بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي ترجمة نانسي قنقر